هذا وتطرق نتنياهو في الاجتماع لتصريحات وزيرة خارجية السويت مارغوت فولستروم التي اتهمت فيها الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ عمليات اعدام ضد منفذي هجمات الطعن الفلسطينيين دون محاكمة ووصف نتنياهو اقوال فولستروم بانها بائسة وعارية عن الصحة مضيفا ان فولستروم تتوقع ان يمد الاسرائيليون اعناقهم لمن يريد طعنهم حسب تعبيره من جهته قال مدير عام وزارة الخارجية الاسرائيلية دوري جولد ان الوزيرة السويدية لا تميز بين منفذي الهجمات وبين قوات الامن مشيرة الى استياء قيادات سياسية اسرائيلية من تصريحات فولستروم